في هذا الحماء وإن شاء الله الدولة هي الملاذ الأول والأخير كان هذا هو مضمون دعوة رئيس الوزراء أحمد عبيد بن داغر وهذا ربما ما تقوله الأحداث أيضا استعادة مؤسسات الدولة بتعز وتحركات الحكومة في المحافظات الجنوبية تعطي مؤشرا إيجابيا لملامح دولة تسعى شرعية هادي لاستعادتها قبل أيام وصلت طائرة رئيس الوزراء أحمد عبيد بن داغر إلى العاصمة المؤقتة عدن بعد خروجها منها جراء أحداث يناير بين الحكومة والمجلس الانتقالي يعود الرجل ومعه عدد من وزرائه في تأكيد واضح على المضي في معركة إثبات الوجود هنا لا حديث عن أي تفاهمات بين التحالف والحكومة كما لو أن شيئا ما حدث في الغرف المغلقة في الرياض ذلك ما يبدو من عودة الحكومة إلى عدن وتحركاتها في المكلة وشبوة وعدن بالإضافة إلى الهدوء الذي يشوب العلاقة بين الحكومة والانتقالي في المكلة قُبل الوفد الحكومي باستقبال حافل من المحافظ البحسني وتم وضع حجر الأساس لعدد من المشاريع الخدمية والتنموية في الساحل والصحراء عدن هي الأخرى شهدت منذ وصول الحكومة حملة أمنية لإزالة المباني العشوائية في بعض مديرياتها والتي بناها المواطنون جراء ضعف الدولة إبان التحرير الجهاز القضائي للحكومة الشرعية شهد إصلاحا محدودا حتى الآن لكنه لم يصبح بعد مهيئا لتسيير عمل المحاكم والأجهزة القضائية الأخرى رغم أن عدن على وشك إكمال عامها الثالث منذ تحريرها من الإنقلابيين اليوم تبدو الحكومة وكأنها تجاوزت العديد من المعوقات والأهم من ذلك الفكاك من بين كماشة التحالف العربي والمجلس الانتقالي فهل لديها ضوء أخضر وإمكانيات متاحة للتحرك وإنجاز شيء فارق للمواطنين أم أنها ستستمر في لعب دور المحلل كشرعية منزوعة المخالب والموارد يبدو لمن يقرأ الأحداث أن هناك تكاملا في المشهد بين مساعي تمكين الدولة في تعز وبقية المحافظات الجنوبية وأن هناك نوايا لتحييد الميليشيات وتعزيز دور مؤسسات الدولة فهل عودة الحكومة هذه المرة مختلفة عن المرات السابقة؟ ذلك ما سيتكشف تباعا في الأيام القادمة شكرا